أولا ندين هذا العمل بأشد العبارات هذا ما قلناه بالأمس ثانيا هناك حاجة ملحة لمزيدا من التوضيح الأمور لم توضح لنا بعد ولم يقدم المسؤولون عن ذلك للعدالة وثالثا اتفق مع جميع من يقولون إنه لا يمكن تصدير الأسلحة في الظرف الحالي رغم أن الصادرات محدودة أصلا ورابعا سنواصل حديث دوليا حول ردود الفعل ترجمة نانسي قنقر